كشف الجنرال الفرنسي دومينيك ترينكوين عبر تحليل صحفي نشرته صحيفة بنتا بوستاجما اليونانية نقلا عن صحيفة لكروا الفرنسية كشف عن مخاطر التدخل التركي في ليبيا ودعم أنقر لحكومة السراج ضد أوروبا وخاصة دول جنوب أوروبا موضحا أن لدى فرنسا نهج تاريخي بخصوص الملف الليبي وأكد الجنرال الفرنسي والرئيس السابق للبعثة العسكرية الفرنسية لدى الأمم المتحدة في مقال نشرته صحيفة لكروا الفرنسية أن التدخل التركي في ليبيا يشكل ثلاثة تهديدات خطيرة لأوروبا الأول هو زعزعة الاستقرار في ليبيا التي تقع على أبواب أوروبا فيما يكمل الخطر الثاني في تماسك الأوروبيين داخل حلف الأطلسي حيث لا يبدو أن الأوروبيين قادرين على تذكير تركيا بأنه ليس من الممكن أن تكون داخل وخارج الحلف في الوقت ذاته بينما التهديد الثالث يتمثل في استخدام أردغان للقوة دون حساب للعواقب مشيرا إلى أنه يجب أن لا تقبل أوروبا الواقع الذي يحاول أردغان فرضه مؤكدا أنه حان الوقت للرد بسرعة وصلابة الجنرال ترينكوين ألقى باللوم على بلاده في الأزمة وقال أن فرنسا تراخت لفترة ما في الملف الليبي مما ساهم في تدهور الوضع في المنطقة فيما قالت المحللة السياسية الفرنسية فابيولا بدوي أن فرنسا هي الأكثر توافقا مع رؤية روسيا بشأن القضية الليبية وقالت أيضا أن باريس تعتبر روسيا عاملا قويا في القضية الليبية وأنها قادرة على تعزيز الحل السياسي وشددت على أن أوروبا قادرة على تشكيل موقف موحد لليبيا بعيدا عن وجهات النظر المتباينة ومواجهة هذه الأزمة وهو ما أكدته نتائج القمة الأخيرة بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وقالت أن التطورات في ليبيا حاسمة بالنسبة لأوروبا بأسرها حيث سيكون لأي شخص يسيطر في نهاية المطاف على دولة تقع في شمال إفريقيا إلى الوصول المباشر إلى أبواب القارة القديمة وحقوق الثروة الطبيعية وثروات الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط وكل دول شمال إفريقيا اشتركوا في القناة